طبعا احنا اخر عشر سنين اكتر عملية بتتعامل في العالم كله مش في مصر بس هي عملية نحت القوام ونقدر نشوف زمان ان احنا كنا لما ايام الجامعة يعني انا الجيل بتاعي اللي هو جيل التسعينات كنا بنشوف مثلا بنت جسمها متحدد وبجسمها شكله ملفت واحدة مثلا في كل 3-4 دفعات ايام الجامعة دلوقتي بقينا نلاحظ ان في الشارع وفي الانستجرام وفي السوشيال ميديا بنات كتير قوي وسطها صغير قوي والكيرفاب بتاعتها بقت برزة وشكلها جميل فهنا منافسة بقت شرسة جدا بقت البنات قاعدة في البيت او الستات اللي هي خلفت وخلصت بتفتكر ان خلاصة هي راح عليها بنبتدي نشوف ان الطموح عندنا بيزيد طموح الستات وطموح الرجالة سواء البرتنرز او اجوازاتهم شايفين بنات شكلهم حلو جسمهم حلو فعايزين مراتاتهم يبقى كده ودي حاجة صحية دي مش حاجة وحشة فاحنا اكتر عملية بتتعامل بسبب الترينز اللي حصلة في العالم بسبب شكل الجسم الكويس هي عملية نحت القوام او عملية المامي ميك اوفر بعد ما الستات بتخلص خلفها تبتدي تحاول ترجع شكلها وتخليه بالعكس او جسمها احلى ما كانت عليه وهي بنت